السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمتابعات لقناتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الخاص بمسابقة الأساتذة لـ 2022 حيث تلتجه وزارة التربية الوطنية نحو برمجة مسابقة توظيف خارجية عفوا والتي من المتوقع برمجتها على أساس شهادة لتثمين الخبر المهنية المكتسبة لجان تفتيش مالية لضمان الرقابة على المناصب كذلك إحصاء شامل للأساتذة المتعاقدين لتسوية وضعيتهم من جهة أخرى يرافع رؤساء مصالح التنظيم التربوي بمديريات التربية للولايات لأجل تشكيل أقسام تربوية كاملة بـ 30 تلميذة على الأكثر في الدخول المدرسي المقبل فيما دافع رؤساء مصالح الموظفين عن مقترحهم المتضمن فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لمواجهة الاقتداد وكذا لاستيعاب التلميذ الجدد هذا هو الخبر الخاص بهذه المسابقة نأمل أن يكون صحيحا إلى هنا أكون قد انتهيت شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته